ستتسحاته هو شيئا فشيئا لتصل حتى الاقتصاديات الكبرى الغربية كذلك في الحقيقة الفضل يعود للأمرين كما ذكرت سابقا الأمر هو الجائحة وفتحت أعين الناس على الواقع الفعلي للإقتصاد وتراجع للمندياليزاسون للمرة الثانية العولة ما تراجعت في 1917 بعد انطلاق الحرب العالمية الأولى بالتحديد في نهاية 1918 انهارت الموجة الأولى للعولمة وانهارت الموجة الثانية في 2020 وانبهر العالم أمام حقيقة فكرة تقاسم العالم للأعمال انت دير الطاقة وانا ندير التصنيع وهذا يجيب التعدين وانا ندير سباك وما شبه رأى العالم أنه على كل طرف أن تكون له مقومات البقاء الـ Autonomy هذا اللي رحضنا في 2020 وجاء معول روسيا وضرب الصنب ترجمة نانسي قنقر